برعاية سيادة الرئيس فإلى هناك الملحة من خلال التفاعل وتبادل الأراء بين المشاركين من المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بخالص الشكر وعظيم الامتنان لكل السادة الحضور والمشاركين معنا في النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائية وأخص هنا بالشكر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والذي سيشرفنا اليوم بكلمة افتتاحية مصورة ومعالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسادة المشاركون من حكومات الدول المختلفة رؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلوا شركاء التنمية متعددوا الأطراف والثنائيون ممثلوا مجتمع الأعمال والقطاع الخاص ومراكز الأبحاث ومنظمات المجتمع المدنية ونستهل الفعاليات الآن بكلمة لمعالي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية فلتتفضل بسم الله الرحمن الرحيم دولة رئيس مجلس الوزراء السيد الدكتور مصطفى مدبولي أصحاب المعالي السادة الوزراء رؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية السيدات والسادة الحضور من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وممثل وسائل الإعلام أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فعاليات النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي تتشرف وزارة التعاون الدولي بإطلاقه اليوم تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالشراكة مع شركائنا مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والأمم المتحدة السيدات والسادة لم يدرك العالم مع بداية جائحة كورونا الأبعاد الحقيقية لهذا الوباء وبعد مرور عدة أشهر على بدء الأزمة ظهرت تدعياتها الحقيقية والتي لم تقتصر فقط على الجوانب الصحية بل امتدت لتشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وألقت بضلالها على جهود الدولة ومساعيها نحو التنمية وقد أظهرت جائحة كورونا أنه لن تستطيع دولة مهما كانت إمكانياتها أن تحقق التعافي الشامل والمستدام بمفردها وهو ما يعزز أهمية التعاون متعدد الأطراف كأداة رئيسية للتجلب على الجائحة واستكمال رحلتنا نحو التنمية ومع بقاء أقل من عقد على عام 2030 حيث يسعى المجتمع الدولي لإنجاز الأهداف الأممية للتنمية المستدامة بات لزاما أن نقيم ما تم تحقيقه منذ تبني هذه الأهداف في عام 2015 وأن يبدو الأطراف ذات الصلة جهودا استثنائية للخروج من جائحة كورونا أكثر قوة وعزما على تحقيق التنمية ومواجهة التغيرات المناخية في سبيل الوصول إلى التعافي الأخضر والمستدام سيدات والسادة وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية ينعقد اليوم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخاته الأولى ليجمع كافة الأطراف ذات الصلة من المؤسسات الدولية والحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل وضع معايير وسبب التأقلم مع هذه المتغيرات ومواجهتها بخطة مرنة قادرة على امتصاص الصدمات وما كان لهذه الأطراف جميعها أن تجتمع اليوم سواء بالحضور الفعلي أو الافتراضي إلا ليقينها أن العالم مهما اختلفت مكوناته فمصيره واحد وهدفه مشترك وهو التغلب على الجائحة والمضي قدما نحو التنمية والتعافي الأخضر ويستهدف منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي من خلال جدول أعماله تحفيز العمل المشترك وتنسيق الرؤى التنموية لكافة أطراف المجتمع الدولي واستغلال المناقشات الثرية بين الأطراف ذات الصلة للبحث عن حلول مبتكرة تتناسب مع ما يواجه العالم من تحديات كما تطلق خلال الفعاليات مبادرات نوعية للدفع بالتعاون متعدد الأطراف وتبادل الخبرات والتجارب فضلا عن ثلاثة إصدارات هامة نروج من خلالها للجهود الوطنية المبذولة في عدد من مجالات التنمية إماناً منا بأهمية تبادل الخبرات والمعرفة ومن أهم الموضوعات التي يناقشها المنتدى دور الشركات متعددة الأطراف في جهود إعادة البناء بشكل أفضل ما بعد الجائحة لتحقيق الإزدهار المشترك والاستدامة وانطلاقاً من خصوصية قارة أفريقيا بمواردها الطبيعية وتقاطيها البشرية الشابة يصلت المنتدى الضوء على أهمية تفعيل آليات التعاون الإقليمي في ظل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية والتعاون الثلاثي مع قارة أفريقيا باعتبارهما أداتين فعالتين من أدوات التعاون متعدد الأطراف لتحقيق الأهداف الأممية على المستوى الإقليمي فضلاً عن دورهما في دفع أجندة أفريقيا 2063 كما يناقش المنتدى تعزيز آليات التمويل الدولي بما يحفز عملية حجد الموارد لسد الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث تشير بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن 1% فقط من الأصول العالمية التي تبلغ قيمتها 379 تريليون دولار قادرة على سد هذه الفجوة مما يتطلب جهداً وتنسيقاً وتعاوناً غير مسبوك والبحث عن أدوات تمويلية مبتكرة من بينها التمويل المقتلط وإيماناً منا بمساهمة القطاع الخاص في التنمية باعتباره شريكاً رئيسياً يبحث المنتدى كيفية تحفيز دور القطاع الخاص الذي يمكن أن يقوم به من خلال الشركات الدولية ليسهم بفعالية في دعم الجهود التنموية بالإضافة إلى بحث سبل التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة الحضور الكريم في ظل المخاطر العالمية الناتجة عن التغيرات المناخية وأثارها السلبية على المواطنين يناقش المنتدى الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاديات النامية والناشئة لتحقيق التحول الأخضر وتعزيز دمج العمل المناخي ضمن استراتيجيات التعافي وضمان استفادة الجميع من الفرص الاقتصادية الجديدة وخاصة الدولة الإفريقية التي تأثرت معدلات النمو بها بشدة جراء الجائحة ويختتم المنتدى أعماله بجلسة حول الاستثمار في رأس المال البشري نصلت الضوء من خلاله على التجربة المصرية للارتقاء بحياة المواطنين من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة وغيرها من المبادرات الوطنية مع إبراز دور الفعال للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في هذا المجال السيدات والسادة في ختام كلمتي أود التأكيد على التزام مزارة التعاون الدولي وشركائها في التنمية بأن يخرج هذا المنتدر بتوصيات واقعية وتموحة من خلال بيان ختامي نعمل على تفعيله لتحقيق تطلعاتنا نحو التنمية كما أؤكد على التزامنا بالمضي قدما من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية للدفع بالتعاون متعدد الأطراف وتوطيد العمل مع شركاء التنمية لدعم رؤية التنمية الوطنية التي تتصق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزيل الشكر لمعالي الوزيرة على كافة المجهودات الحفيفة المبذولة لتحقيق توافق فعلي وملموس بين كافة الأفكار والرؤى التي من شأنها دفعوا عملية تحقيق التنمية المستدامة ومن الكلمة الافتتاحية لمعالي الوزيرة رانيا المشات ننتقل الآن إلى كلمات السادة المتحدثين الرئيسيين في المنتدى حيث نستمع الآن لكلمة السيدة أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتي تلقيها افتراضيا عبر خصية الفيزي كونفرنس عبر خصية الفيزيين وكرا لك الحياة العالم انقلها بالحياة والفثيين ما يagineه الحياة بمقاعدة تحقيق المتحدة مؤسس ومع الإددارة على المقرأة المتحدة والحياة المتحدة وبين هذه المتحدة المفكبات التنمية والتي تحقيق التنمية تتكريف الوصف والتحقيقى والتاكتر المترجم للقناة 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 The Covid-19 pandemic has claimed almost 4.5 million lives around the globe. It has, like an X-ray, exposed our strengths and weaknesses from social and economic inequality to environmental and biodiversity crises. Such global shocks must be tackled at the global world. اليوم العالم لديه فرصة لإعادة إبتار نفسه لإعادة البناء على نحو الأفضل. الأمم المتحدة الأوروبي لا يزال مقتنعا بأن طريقة الأمثل للقيام بذلك هو على أساس التعاون الدولي مع وجود الأمم المتحدة في جوهر هذا التعاون. إن أهداف تنمية مستدامة توفر الخطة الأساسية لوجود تعاون وعالم أكثر أمانا. وبالتالي فإن الأطراف المتعددة لهذا التعاون هي الأساس لخلقي. معا يمكن أن نجعل انتقالا جاية من أجل تحقيق النمو المتنامي للشباب والنساء. ويمكن لنا أن نعزز الحوكمة للشركات بشكل سالم. أنا أتطوق إلى التعاون المستمر في ميدننا في السياق نهج أفريقيا برمتها. وللاتفاق على الأولويات ذات الصدارة من أجل تحقيق استراتيجية إفريقيا. على الصعيد الشخصي أثناء اجتماعاتي مع قادة الأفارقة والشباب والمواطنين صدمتني حماس المتشار فيما بيننا. أعتقد أننا يمكن أن نبني على هذا الحماس من أجل أن نجعل قمة عام 2022 قمة الناجحة وأن نحول تعاوننا إلى صعيد آخر. معا يمكن أن نتغلب على تحدياتنا ونحولها لفرص من أجل تحقيق النمو والتنمية. وكل التقدير لها على مشاركتها في هذا الحدث الهام، الذي من شأنه قيادة الدول لجهود التنمية وتوجيه التعاون الدولي والتمويل الإنمائية ليحقق الأولويات الوطنية، خاصة في الاقتصادات الناشئة والنامية. والآن نرحب بسيدة فيرا سونجوي، وكيلة الأمينة التنفيذية لللجنة الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة، فلتتفضل أيضاً لإلقاء كلمتها افتراضياً. ترجمة نانسي قنقر 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 لهذه المبادرة الرائحة وللترحيب في القاهرة أم الدنيا إن منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية تقدر شراقتها طويلة الأمد مع جمهورية مصر العربية ففي عام 2005 مصر كانت القوى الدافعة لخلق منطقة منطقة شرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتشارك مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي أصبحت بمثابة آلية كبيرة لتحقيق الإصلاحات وتقدم الدعم للمنطقة من أجل التعافي من دائحة كوفيد-19 إن جهود مصر للتعافي توجهها رؤيتها لعام 2030 وخطة طموحة للتنمية والتي تكون منظمة التعاون الاقتصادي على استعداد كامل لتقديم الدعم على مدى الخمسة عشر عاما الماضية اظهرت مجال التعاون فيما بين المنظمة ومصر والآن مصر أصبحت أكثر الدول التي تتبنى أدوات منظمة التعاون الاقتصادي والأكثر مشاركة في لجان منظمة التعاون الاقتصادي هذه إشارة ملموسة للتعاون المتنامي ومنها إطلاق القادم لخطة مصر القادمة من أجل تحقيق التنمية وتقديم حياة أفضل للمواطنين المصريين إلا أن هذه الأزمة قد برهنت لنا بشكل قوي أنه مهما كانت صلابة السياسات فإنها لن تتحقق إن لم يتم تنفيذها بشكل جماعي فقد أصبح من الضروري بمكان أن تكون تعددية الأطراف هي النهجة الوحيد لتقديم التعافي المستدام نقواء القوي من هذه الجائحة بل أن النظام متعدد الأطراف هذا تم اختباره بشكل قوي من قبل جائحة كوفيد-19 ولكن مكتمر اليوم ومشاركة العديد من القادة في المنطقة هي شهادة لإيماننا الجامعي بقوة التعاون الدولي من أجل الاستجابة إلى الواقع الجديد بالطبع فإن التعاون الدولي الجديد سيكون ضروريا من أجل تحقيق التعافي الشامل والمستدام من جائحة كوفيد-19 وللعودة إلى مصار تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحقيق استراتيجيات المختلفة إن بياناتنا توضح أن نظم البيانات قد زادت بشكل كبير فتشمل 1.62 مليار دولار في عام 2020 أي بالزيادة 3.5% مقارنة بعام 2019 وهذا يعني أنه على الرغم من أن مقدمي التعاون الدولي والإيمائي يعانون من التعافي من الأزمة في بلادهم إلا أنهم لا يزالوا يستثمرون بشكل كبير في الدول الشريكة فأفريقيا تلقت أكبر كم من المساعدة الإيمائية الرسمية تقريبا 41.4 مليار دولار أمريكي في عام 2018-2019 هذا مع الأسف لا يكفي لتمويل تحقيق أهداف التنمية المستدامة فإن المصادر الأخرى لتنميل التنمية يمضغي حشدها بما في ذلك التمويل من القطاع الخاص ومن خلال بني النهجة الإبتكارية والتعاون الثلاثي فإن مدير التعاون الإنمائي لدينا جورج هيريرا دي سيلفو وفريقه سيقومون بالتصدي لهذا بمزيد من التفاصيل في الجلسة الثانية والثالثة وأيضا أثناء ورشة العمل الخاصة بالتعاون الثلاثي إنه لمن الضروري حشد المزيد من الأموال بل إنه أيضا من الحوارية أن نركز على الفعالية وأن نتبنى نهج ابتكارية من أجل ضمان أننا نقوم بتحقيق أهداف قطرية ونتائج قطرية ولا يمكن تحقيق ذلك سوى من خلال وجود عدد كبير من الأطراف المعنية المحليين ولوجود مساءلة متبادلة لكل الجهود التنموية نحتاج إلى تقدير أن كل دولة من شأنها أن تجد طرقها الخاصة لتحقيق التنمية المستدامة وهذا النهج لن يكون نهج واحدا مناسب للجميع الفعالية أيضا تتطلب اتخاذ إجراءات قطرية بما يتماشى مع السياسات والتوصيات الدولية التي تتراوح ما بين تصميم التدخلات الإبتكارية والتنموية باستخدام طرق جديدة وابتكرة وحتى قياس النتائج وتشاطرها علينا أن نعمل بشكل استباقي ونعمل مع بعضنا البعض بناء على مبادئ التعاون الدولي الفعال من أجل تحقيق أهداف مقبولة بموجب خطة التنمية المستدامة 20-30 ولكننا نثني على مصر لمشاركتها الفعالة في الشراكة الدولية للتنمية الفعالة والتعاون الفعال وجهودها لاستخدام الرصد من أجل تحقيق نتائج فعالة لشعبها تشاركها مع القارة الأفريقية وهذا عبارة عن أولوية ملزمة لموظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فهذه القارة طالما كانت محل للتعاون بالنسبة لنا ولا تزال في حاجة إلى المساعدة الإنمائية الرسمية اليوم أفريقيا تلعب دور حيوي في الاقتصاد العالمي نحن نعلم أن الكثير من الدول الأفريقية هي شرقاء فعالين في جهود التنمية وتقدم حلول تنمية لدول الأخرى من خلال التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلائي المنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لطالما ستكون جاهدة من أجل تحويل افريقيا اقتصاديا وإدماجها في الاقتصاد العالمي ومن أجل مساعدة القارة على تحقيق جدول خاص بها للإصلاح منظمة التعاون الاقتصادية وأدواتها أثبتت فعاليتها في شتى أرجاء العالم من أجل دعم عمليات الإصلاح والنمو من شأنها أن تكون أدوات قوية من أجل تمكن الدول الأفريقية من أجل احتواء عمليات الإصلاح تعزيز القطاع الخاص وتطويره والأداء إلى النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل معالي الحضور السيدات والسادة أنا أتطوق إلى الفعاليات التي ستجرى على مدى هذين اليومين وأنا أتشارك مع حضراتكم رؤاكم من أجل البناء بشكل أفضل بشكل شامل وأخضر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تلتزم بتطبيق خطة عام 2030 وتقدم كل الأدوات من أجل جعل ذلك ممكن شكرا لإتاحة الفرصة لمشاركتكم اليوم شكرا لسيد جفري على مشاركتنا حدث اليوم بالحضور الفعلي ونتمنى أن تسفر الجلسات الحوارية وورش العمل عن العديد من التوصيات المثمرة وختاما للكلمات الافتتاحية أرحب الآن بالسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والذي سيلقي كلمته على السادة الحاضرين افتراضيا